النهاردة اجتمع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تناول الاجتماع استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسي في الشبكة القومية للكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة السيد الرئيس وجه بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكونة الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر وجه أيضا فخامة الرئيس بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهايدروجين باشتراك الكطاعات المختلفة بالدولة بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهايدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهايدروجين الأخضر للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهايدروجين الأخضر باعتبار مصدر واعد للطاقة في المستقبل القريب اشتركوا في القناة